بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما هلكنا من قبلهم من قرن فناد ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافر هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلىه واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل علي الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب لئكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لا من فواقه وقالوا ربنا عجل لنا قطن قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذالعيد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكواتنا والحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبه الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إنها داخل وتسوع وتسوعنا نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا عمه الصالحة وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعه وانهب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لازلفة وحسن مآب يا داود إن أجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك رنوا الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا عن الصالحة كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فاطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهب فسخرنا لو الريح تجري بأمني رخان حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفة وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نركض برجلك هذا مغتسن بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي للباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرة نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب من جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعدنا اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من فاد هذا وإن للطاغين لشر ماب جهنم يصلونا فبإسر المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواجه هذا فوج مقتحم معكم لمرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لمرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فسدوا عذابا ضيفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كل مجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نال وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغني أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأ أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين قال فإنك من المتكلفين